الحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أول ما نبدأ به السيرة النبوية المشرفة ذكر النسب الزكي لسيد العالمين صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسم عبد المطلب شيبة بن هاشم واسم هاشم عمر بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة مرفوعا إلى عدنان إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام ابن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام كان هاشم بن عبد مناف كريما شجاعا جميل الطلعة مبجلا من قومه من حداثته وكان تاجرا مثل إخوته وقد انتقلت مكة على يديه من محطة تجارية صغيرة إلى دور آخر حينما تعرف على قيسر الروم في بيت المقدس فأعجب به فطلب منه أن يوكل تجارة قريش إلى مملكة الروم فسمح له فعاد هاشم ولما له من سمعة طيبة بين العرب وخصال كريمة وحضور آسر فقد أتى بعقود الإلاف من سادة قبائل العرب من الشام إلى مكة وابتدأت رحلات قريش التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وحزى إخوته حزوة فقد جاءوا بعقود إلاف من الحبشة واليمن والحيرة وسنت قريش رحلة الشتاء والصيف الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن وقد جاء في الأخبار أن قيسر الروم عرض على هاشم أن يزوجه ابنته فسافر إلى غزة ومات ودفن فيها وسميت غزة هاشم كان هاشم قد تزوج في مكة وأنجب من الأولاد نضلة وأبا صيفي وأسد وفي إحدى رحلاته إلى بلاد الشام مر في مدينة يسرب بصديقه عمر بن زيد سيد الخزرج فتزوج ابنته سلمة وأنجبت له شيبة بن هاشم ومات في غزة ودفن فيها لما سلف فانفطرت مكة حزنا عليه وشيبة بقي في حجر أمه حتى قارب البلوغ ذهب المطلب شقيق هاشم إلى يزهب وأتى بابن أخيه شيبة بن هاشم وعجب أهل مكة من هذا الفتى الذي يردفه المطلب على بعيره وكبر عبد المطلب وصار سيد مكة وله ولد وحيد اسمه الحارث واشتد أزره بأبناء عمه من بني عبد مناف وفوق ذلك كله سيرة حميدة سارت ريحها في ديار العرب وذات يوم احفر طيبة يا عبد المطلب طيبة؟ ماما طيبة؟ احفر برة احفر المضمونة يا عبد المطلب وما هي المضمونة؟ يا رب هذا البيت ما هذا الصوت الذي أسمعه؟ احفر زمزم زمزم؟ وما هي زمزم؟ لا تزف أبدا ولا تزم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم سأحفر زمزم يا حارث هلما يا بني سنحفر بئر زمزم إنها ماء أمنا هاجر وأبونا إسماعيل هيا بنا يا معشر قريش إلي إلي إلى عسى في المنائلة هيا يا معشر قريش أيها المغيرة أيها المغيرة الأمر يا ربية إن عبد المطلب بن هاشم يحفر بئرا بين إساف ونائلة هناك قرب الكعبة حيث منحر ذبائحنا لن نترك عبد المطلب يحفر هذه البئر يا رب إليه 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 يا عبد المطلب أترح الطريق يا عبد المطلب يا عبد المطلب ماذا تريدان؟ لن نتركك تحفر بئرك هذه بين صنمينا إساف ونائلة حيث نذبح هدينا وهي من شعائرنا واللهي لأحفرن هذه البئر أما ترياني أنها بئر قديمة قد ردمت؟ رد عني يا حارث كبك يا أبي؟ ما من أجل هذا جئنا يا عبد المطلب فكف عما تفعل حتى أجد الماء يا ابن عمي ما جئنا لشر في مكة آبار كثيرة هناك بذر وسجلة وملكم والحفر وغيرها كثير فتخير منها ما شئت تخير أو احفر في غير هذا المكان وسوف نساعدك على حفر بئريك لقد أمرت بحفرها من أمرك يا عبد المطلب؟ إنه صوت أتاني من رؤيا ولسوف أمضي بما أمرت به فخل بيني وبين ما رعيت لن نخليك فنحي ولذك عنا وناشسنا إن أنت إلا رجل واحد فبما تهددنا؟ يا رب الكعبة ما هذا؟ طيب ويحكم لعل هالرؤيا ولعل تحته الماء أهو الماء يا عبد المطلب؟ بل كنز كنز شرهم يوم طردوا من مكة غزالتان ذهبيتان وأسياف وأدرع كلها من الذهب لنا ولك يا عبد المطلب ويحكم ما لكم وما وجدت في بئر احتفرتها بأمر أتاني؟ لن نتركها لك لنا فيها شراكة وحق يا معشر قريش أنتم أهلي وعشيرتي ولو ناديت يا الهاشم لجاءوا يشتدون وما أظنهم يتركونكم تنالون مني أبي سيد البطحة خير من هذا يا معشر قريش دعوني أكمل حفر البئر حتى يخرج الماء ثم نأخذ هذا الكنز ونضرب عليه بالقداح في جوف الكعبة فمن كان له يأخذه قريش قدحاني لي وقدحاني لكم وقدحاني للكعبة واغذرتها يا عبد المطلب راضينا يا عبد المطلب شأنك وزمزم الماء الطمي يا معشر قريش إنها زمزم بئر أبينا إسماعيل وأمنا هاجر بئر لا تنضب بإذن رب البيت الحرام تسقي الحشيج جميعا بورك فيك يا عبد المطلب يا سيد مكة ثم إن عبد المطلب أخذ كنز زمزم إلى صاحب القداح في جوف الكعبة فجاءت له وأخذ الكنز فضرب الغزالين الذهبيين على بابها وجعل قفلها ومفتاحها من ذهب ثم إن عبد المطلب لما رأى من جرأة قومه وعشيرته عليه نزر إن رزقه الله عشرة أبناء أن يزبح أحدهم فتزوج عبد المطلب بعد سمرة العامرية أربعة نسوة أنجبوا له عشرة أولاد فقام ليوفي نزرة ووقع اختيار القداح على ولده عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحب أولاده إليه ولدك 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 عبد المطلب سيزبح ولدي ستغل لرب البيت عند زنزان لا ورب الكعبة سنة عبد المطلب لا تدعوه يا فعل وإلا صار سنة في قرانيك ما أفاك يا عبد الله وما أطوعك لأبيك لا لا تفعل يا أبي أرجو لا تفعل لا تفعل لعل رب البيت يجد لك مخرجة إنه نزر وما كنت لأحنس بنزري أبدا يا عبد المطلب يا سيدة مكة لا تفعل لا تفعل لا تفعل يا عبد المطلب لا تفعل يا سيدة مكة ونزري نزري يا معشر قريش إن عبد الله ابن عمتي فاطمة والله لن نتركك تذبع ونزري نزري يا مغيرة لن أحنس به وأنا عبد المطلب لا يا أبي لا إنه أحب أخوتي إلي لا تفعل يا عبد المطلب لا تفجعني بعبد الله إنه فلدة كبتك يا طرار يا سبيب أيها الحارث يا عبد منافس ويحكم أخاكم يا عبد المطلب يا ابن عم إن ذبحت عبد الله لتصيرن سنة في قريش فأنت قضوة فيها والله 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 يا عبد المطلب لا تذبح حتى تُعثر فيه فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه وما ترون يا معشر قريش وما ترون ليس عبد المطلب من يحنث بنزر لرب البيت الحرام وقد أكرمني برؤيا جاءت كفلق الصبح فحفرت زمزم وطاب ماءها شرابا لحجاج البيت نذهب به إلى عرفة الحجاج فإن لها تابعا فسلها وأنت على رأس أمرك فإن أمرتك بذبحه ذبحته وإن أمرتك بأمر لك وله فيه نف قبلته فالله إنه أحب أولادي إلى قلبي فما زدت أن قلت هلما يا بني لأذبحك حتى قال لي دون أن يرف جفن له اذبحني يا أبي وأوفي بنذرك هيئوا الرواحي وهيا لنذهب إلى عرفة الحجاز عسانا نجد عندها مقرجة يا رب الكعبة أنقذ عبد الله وندري ثقل شعري ذهبا وفضل يا رب الكعبة أنقذ عبد الله وندري ثقل شعري ذهبا وفضل أونوا 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 الى اين وصلتم في بناء القليس يا ابن مقصود انه في مراحله الاخيرة يا مولاي قريبا ننقل اليه رفاة شهيد نجران فتصير كنيسة القليس اية من اية الدنيا في جمالها وروعتها وعظماتها اهي على اسم شهداء نجران الذين احرقهم دونواسا في الاخدود بلى ولسوف اصرف حاج العرب اليها العرب يحجون الى مكة يزعمون ان سيدنا ابراهيم اقام قواعدها ويسمونها البيت الحرام وياهم انهم عبدة اوثان لقد انا للعرب ان يدينوا بالمسيحية وروح القدس كما فعل اهل نجران بل شهداء نجران ومنهم جدنا الحارث اسرع في انهائها اني بشوق لاكتمالها ما ان تكتمل حتى اصرف حاج العرب اليها كيف سيحصل ذلك يا مولاي الملك حينما تكتمل لسوف اخبركم ماذا يا عبد المطالب اي بشرى لقد نجع عبدالله كيف رويدا يمرأ دعيني التقط عن فاسي ذهبنا الى عرافة الحجاز فسألتنا كم الدية فيكم فقلنا لها عشرة جمال فقال تضربوا بالقداح وزيدوها حتى يرضى ربكم ثم اذبحوها قربانا عنه مهما بلغت يا عبد المطالب لو اتى فداء عبدالله على مال كله ومال بني هاشم ومال بني المطالب ومال عبد مناف ومال قريش كلها بل ومال كنانا سأزيد بالابل حتى يرضى رب البيت وما ان ينجو حتى ازوجه رحمك يا رب الكعبة ولا سوف اتزوج افعل ما بدلك يا سيد البطخاء ولكن الفداء لعبد الله اجل الفداء يا عبد المطالب الفداء يا سيد مكة بل هو النثر وموعدنا غدا في جوف الكعبة هذا لعبد الله وهذا للإبن اضرب يا صاحب القداح اضرب القداح اضرب بقداحك يا أخي شمع عبد الله يا رب الكعبة اقبل فداء ولدي عبد الله عبد الله زدها عشرة من الإبل اضرب قداحك عبد الله زدها أيضا عشرة من الإبل هيا اضرب قداحك يا رب الكعبة يا رب هو رأك يا حارف ما زال صاحب القداح يرمي بها وتخرج على من يا رب الكعبة يا صاحب هذا البيت اقبل فداء أخي عبد الله واقبل النوخ في نذر أبي عبد المطلب أقسم أبي عبد المطلب وإخوتي لو جاء النذر على مال عبد المطلب ومال بني هاشم كلهم لا يفدينا أضرب أضرب حتى يرضى رب عبد المطلب لبيك يا رب الكعبة لبيك يا رب الكعبة لبيك يا رب الكعبة أبشر يا رب الكعبة أبشروا يا معشر قريش أبشروا يا بني هاشم قد نجى يا عبد الله مئة من الإبل تنحر حول الكعبة وفي أسقتها وأمام دورها وعلى جبالها لا يرد عنها أحد لا إنس ولا جن ولا طائر ولا وحش مئة من الإبل بورك فيك يا عبد المطلب البورك عبد الله والله ما أظن ما جرى له إلا مكرمة من رب هذا البيت ليطعم بسببه أهل حرمه الغنية والفقير الحاج والمعتمر يا أهل قريش يا بني هاشم الليلة سأطلب لولدي عبد الله يد آمينة بنت وهب يا أسود ما أن ينتهي بناء القليس حتى أسير إلى كعبة العرب فأهدمها حتى أحولها إلى كومة من الحجارة وأصرف حج العرب إلى كنيسة شهيد نجران في صنعها ألا سوف أقريههم على ذلك وإن أبوا يا مولاي وأعادوا بناها لا سوف أطيمها المرة بعد الأخرى وأطأوا بجيش الحجاز حتى يتصل ملكي بملك بيزنطة وأكره العرب على الدخول في المسيحية عنوى وبيزنطة ما رأيها يا مولاي؟ القيصر بيزنطة هذا حلم يراودهم منذ قرون أن يصبح بحر القلزم بحيرة الرومانية كل القاتلين على ضفافها على دينهم وتصبح طريقهم إلى الهند في البر والبحر آمنة لا يرضخون لحصار الفرس والعرب فيما يشترونه من الهند والصين من لبان وبخور وعاج وحرير وتوابن يا أسود الملوك هكذا تفكر ليت ذلك يكون على يدي ولكن الحبشة وملكها يا مولاي رحك يا أسود والذي يستطيع أن يفعله ملك الحبشة فالملك أبره لا يتبعه إلا بالاسم بل ولا إلى بيزنطة وأنا على مذهبهم وإذ كنت مملوكا لتاجر بيزنطي في ميناء دالس هوايا معهم وهذا ما تريده بيزنطة أسرع يا أسود ابنه مقصود لسوف يأتي العرب إلى كنيسة في صنعاء يحجون ويحتمرون يبيعون ويشترون وأنا ملكهم أبره إنه يوم المنا يا مولاي يا معشر أنتم الملأ وسادة مكة ونحن نسلل أي من قصير وقد هلك الآباء هلك هاشم فدفن في غزة وهلك المطلب فدفن في اليمن وهلك نوفل فدفن بسلمان في العراق وهلك عبد شمس فدفن شرقي الحرام العقب في من بقي يا عبد المطلب نحن أهل الحرام أنت سيدنا يا عبد المطلب بورك فيكم إنها لسنة اتبعناها من جد قصي اطعام الحجيج وسقايته وإحقاق الحق وإجارة المظلوم ولقد استنى والدي هاشم سنة أراها تعفو وإني لمحيها أي سنة يا عبد المطلب كان أبي هاشم قد جمع ملأ قريش هنا في هذه الدار وقال إن من قومنا من يعتفرون يأخذون أولادهم وعيالهم إلى مكان قصير ثم يغلقون عليهم ليموتوا جوعا كي لا يتعرضوا لذل السؤال ورب الكعبة إنه لأمر جلل ولا يليق بأحساب قريش أن يبقى فيها هذا الأمر ولقد عادت هذه العادة من جديد فاستشرت في قريش وكنانة والأحابيش وأحلافهم وإني ورب الكعبة لا أرى هذا إلا نقصا في العقول وسبة وغية ما ترى في ذلك يا سيد مكة أرى ما قاله مطروض الخزاعي الخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يصير فقيرهم كالكافي أرى العودة لسنة هاشم فلا يبقى غني في قريش إلا ضم إليه من أهله من جاع واحتاج فيكفيه ذل السؤال والاعتفار وماذا عن الفقراء والعبيد الذين يعيشون في مكة وجوارها منهم من جاء حاجاً وبقي ومنهم من جاء تاجراً فأفلس ومنهم من جاء موالياً فضاعف ماذا عنهم؟ أما الفقراء المتركون الذين لا حلف لهم ولا ولا فليطعموا مما يهدى للكعبة من زبائح وما يترك فيها من لقاً يلبسون فيسترون به عريهم يا أهل قريش أنتم جيران الحرم والعرب تقتدي بكم فلا تجوروا على عبيدكم يا معشر قريش أتضمنون إن جاعوا وأرهقوا ألا يقوموا فيأكلونكم؟ ماذا يا أختين؟ ماذا ماذا؟ يا ابن جدعان إنك تأكل وتشرب بآنية الذاب وليس في الحجاز كله من هو في ثرائك وسعتك تالله إنما سنه قصي وهاشم وما تبعه سيد البطحاء عبد المطلب لشرف وكرامة وإية كرامة وإنني سأنصب قدوراً لتخمد نارها فمن يحتاج فلأت إلى قدوري ليجد الحيص والخبيص والثريد بورك فيك يا ابن جدعان إنكم أهل الحرم وسدنة بيته وحج العرب إليكم وأصنامهم في دياركم فاضربوا المثل للعرب جميعاً بالكرامة والشهامة والمروءة والنخوة تسودوا صدقت يا سيدة مكة صدقت السلام لك يا مولان ما لك يا أسود وراك حزيناً غاضبة ما ورائك؟ حدث جلل ماذا حدث؟ رجل من كنانا من قبائل قريش أولئك الذين يعظمون الأصنام ويعبدون الأوثان أحدث حدثاً في القليس أحدث حدثاً أحدث ماذا؟ أحدث ماذا؟ قد أتاناً ما نريد إنها لحجة والرب نعذر فيها موسيقى 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 كما يحدث لوقاث الطير إذا فجأها عقاب اسمع يا أسود أكل العرب يعظمون هذا البيت؟ ما خلل بعض منهم مثل عشيرتي الحارث بن كعب أهل نجرانا لأنهم نصارى على دين النسيح وبعض اليهود في يثرب وفدك وخيبر وبعض قبيلة خثعم الذي يعرفه أن المسيحية فشت في قبائل العرب فما الذي يدعوهم لتعظيم هذا البيت والحج إليه؟ إنهم يعتبرونه بيت إبراهيم وإسماعيل فالقبائل تأتي بأصنامها إليه وتعظمه إلى أي درجة؟ إلى درجة الموت دونه إذن يؤتني بالتاجر القرشي ويحك يا كناني ماذا فعلت؟ أما تعرف أن اليمن مجرنا في الشتاء ورحلتنا إليها؟ وإذا ما غضب أبرها وهو لا بد فاعل بعد الذي أحدثته في دار عبادته فإنك ستجر الجرائر على قريشة وكنانا أنا كناني من بني فقيم نحن الذين ننسئ الشهور وهل تظنني؟ غريبا لا أعرف يا هشان نحن الذين نؤخر الشهر الحرام فنحله سنة ونحرمه سنة نحن النسأة تعرف تعظيمنا للكعبة وغيرتنا عليها أما سمعت عمير بن قيس واقفا في الحج يصيح في الناس؟ لقد علمت معد أن قومي كرام الناس أن لهم كرامة فأي الناس فأتونا بوتر وأي الناس لم نعلك لجامة ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حرامة؟ أعرف يا كناني لكنك ستغضب الملك علينا وقد تجر على مكة وقريش جريرة لا قبل لكنانة وقريش بها ويحك ويحك ممن الذي دفعك لتفعل ما فعلت؟ سمعت الناس يتحدثون عن قليس أبرها وأنه سيصرف حاجة العرب إليها بالقوة ففعلت ما فعلت لأفهمه أن العرب لا يعظمون إلا البيت الحرام ويحك إلحك بمكة أنذر أهلها واهرب قبل أن يأتيك جند أبرها فتقتل قتلة تتحدث بها العرب هيا هيا غرب عن وجهي لك من أحمق كم بقي لنصر إلى مكة؟ مسيرة نصفي يوم لقد استقلت حديثك عبد المطلب إن له علي دينا وآياد بيضاء على تحصى هيا يا بني خطعم اشتركوا في القناة من أنتم؟ أنا حناط الحميري رسول الملك أبرها الملك؟ وماذا يريد الملك؟ تعال إليه لماذا؟ أحدث أمر ما أم يريد شيئا من تجارتنا؟ لست أنا الملك تأتي إليه فتسأله لا بس يا حناطة دعني أصلح أموري وأرتب شؤون القافلة ثم آتي الملك ما اسمك؟ هشام عبد المغيرة الآن يا هشام أما أصلح من نفسي كي أكون لائقا أمام الملك؟ حسن بسرعة يا هلا؟ حييت يا أبا الحال كيف الأولاد؟ بخير إنهم في الداخل إن كان ذكرا سأسميه حمزة وهبك الله ما تحب وتشتهي يا أبا الحال اجلسي يا أبا حدثيني عن عبد الله وأمنا قلبي يحدثني إنه زواج ميمون سيأتي منه نسل طيب هناك أمر كنت أكتمه يا أبا الحارث سأحدثك به الآن تكلمي يا هلا قولي فأنت آخر نسائي وأم آخر أولادي وإني لأرجو من رب البيت أن يمتعك بهم ويمد في عمرك دع بأس يا هلا ماذا ستحدثيني عن أمينة وعبد الله؟ أما عبد الله فأنت تعرف رقية ابنة نوفل صديقتي أحبها وتحبني وهي تعتكف في دارها منذ مدة ولا تخرج إلا لبعض شأنها لكنها حينما تخرج يلفها الحزن وتطفر الدمعة من عينيها ما شأنها يا هلا إنهم أهل بيت كرام وأخوها ورقة فتى يتألى يحب الحق ويفعل الخير وأنا أحب أهل هذا البيت فما لها رقية ابنة نوفل الأسدية؟ أوقفتها وكلمتها وسألتها عن سبب حزنها وما زلت بها حتى حدثتني أثرت فضولي يا هلا هاتي كلميني ما رأيت أحدا أكثر سعادة في قريش من رقية عندما أتى الفداء بعبد الله كنت أراها وهي تطوف البيت وتمسك بأستار الكعبة وعندما أتت البشارة أطلقت زغرودة ترددت أصداؤها في مكة وشعابها وزغرتت لزغرودتها نساء مكة أكانت ترغب بعبد الله؟ سأزوجها عبد الله وما له لتنتظر؟ نحن سادة مكة ومن منا لا يتزوج أكثر من مرة وقد يربع ويخمس ويسدس ومن كان ميسور الحال قد يعشر كما فعل مسعود الثقافي فلما هي حزينة؟ إنها تعرف ذلك ولكنها رغبت عن زواج عبد الله وهل كلمها في ذلك؟ بلى ورفضت هاتي يا هالة إن عندك لخبرا قالت لي رقيا رأيت عبد الله خارجا من الحرم وبين عينيه شعلة من نور كأنها غرة الفرس فدعوته إلى نفسي وطلبت إليه الزواج مني فرفض وبنى بآمنة بنتي وهب ثم بعد حين عاد وسألني يا رقي ألك في الزواج فأجبت بلا لقد ذهب النور الذي بين عينيك أخذته آمنة وأنا ما عاد لي شأن بك والله إنه لا خبر هذا رأت في غرة عبد الله وأي شيء أملته من الزواج به لست أدري يا عبد المطلب إنما قالته أمر جلل غمغمت به لم أفهم منه شيئا حدثتني عن أمر عظيم سيحدث وكانت تبكي نشتك الله يا هالة عاوديها وقفي على خبرها وأخبريني وماذا عن حمل آمنة؟ قالت لي آمنة إنها لتعجب تعجب بماذا؟ تعجب بماذا؟ قالت لي تقول النساء إن الحمل يضنيهن ويتعبهن منهن من تنوء به ولا تستطيع حراكا ومنهن من تقيء وتتوحم أما هي فلا لم يأتها ما يأتي النساء في الحمل بل إنها تشعر بنفسها خفيفة هكذا يا هالة بل إنها حدثتني بأنها تشعر بنفسها هنية بحملها وكأن يدا خفية ترعاها اكتمي يا هالة اكتمي سيكون لبني هذا شأن عظيم هذا هو التاجر المكي يا مولاي لك السلام أيها الملك أتعرف لما أرسلت إليك؟ قل لي أيها الملك أحد من قومك دنس كنيستي وهذا أمر عظيم عندنا أريده الآن ثم أتقبلون بذلك؟ لا أيها الملك إننا لا نقبل في البشر أن يعبدوا ما شاء ليس ذلك لنا ولا لغيرنا وما هو إلا فتن أحمق ارتكب هذا الفعل المنكر وفر إلى دياره فر إذن كنتم تعرفون ما فعل وتركتموه يا فر أيها الملك إن كنت تريده فابعث في إثره إن أهلي قوم كرام وهم سادة مكة والبيت الحرام ما هو قلوب العرب ومحجهم ولا يقبلون أن يدنس أقول ليسك هذا ولسوف يبعثون به إليك ثم ماذا تجدون في بيتكم هذا الذي تعظمونه وهو بيت للأوسان؟ إنه بيت أبينا إبراهيم إنه البيت الحرام المعظم لدى العرب كلهم وإن أقصى أمانيا الواحدة منهم أن يزوره ويحج إليه ولو مرة في العمر فيتطوف به ويقدم إليه الذبائح والنذور إنه البيت الحرام الكعب أجل من أن يسأل عنها ما رامها جبار إلا وخصمته ولا ملك إلا هدمته ولا عاث أو فاجر إلا حطمته إنها قدس أقداس العرب ألم أفتح بلادي لتجارتكم ألم أسمح لكم بالذهاب والمييء بغافلكم آمنين فأيأتي أحدكم ويدنس كنيستي فهذا أمر عظيم لن أتركه يمضي هكذا ثم ما هذا التعظيم لأوسان لا تضر ولا تنفع أما تأتون إلى كنيسة القليس وتصرفون حجكم إليها فاليمن ماتجر لكم وفيها قبائلكم ومنتهى ما تطلبون من الرزق والبيع والشراء والربح أيها الملك لن تقبل العرب بديلا عن الحرم والكعبة ولو فنوا عن آخرهم حيء الجيش أمر مولاي برحبا بصديقي الحمياري على الرحب والسعى أهلا بكبيب عبد المطلق ما أخبار الحمش في أرض اليمن؟ صارهم الملوك ونحن الأسباع لهم خير اليمني وأرزاقها هم الجند وقادة الجند إن نحن اللي ملحقون بهم غمة نرجو من رب الكعبة أن تزم لكل أجل كتاب فقد حدثنا إجدادنا أن نصر بن ربيعة وهو من ملوك التبابعة رأى رؤية فضعة بها وأفزعته الفزع كله فذهب إلى العرافين شق وستيح كل بمفرده وقال لستيح إني رأيت رؤية فهل لك أن تؤولها لي ولم يحدثه بها فقال سطيح أو هكذا قالوا رأيت أيها الملك حممة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة يا لها من رؤية فقال الملك ما أخطأت منها شيئا فما عندك يا سطيح في تأويلها قال سطيح أحلف بما بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش فليملكن ما بين أبينا وجرش قال وأبيك يا سطيح إن هذا لفائض لنا مفزع أهو كائن في زمني هذا أم بعده قال بل بعد حين أكثر من ستين أو سبعين يمضين من السنين قال الملك أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع قال لا بل ينقطع بعد بضعا وسبعين من السنين ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين قال من يليهم من قتلهم وإخراجهم قال إرم بن ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك أحدا منهم باليمن قال أيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع قال لا بل ينقطع قال ومن يقطعه قال نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي قال وممن هذا النبي قال رجل من ولدي غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كينانا يكون الملك في قومه إلى آخر الدار إنها لا رؤية نبي يخرج من ولدي غالب بن فهر من قومك يا عبد المطلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر